بريتي باطيل او ارتداء ملابس عليها ما يعبر عن دعم الحركة يعتبر جريمة جنائية قد تعرض صاحبها في بريطانيا الى السجن مدة قد تصل الى عشر سنوات يأتي هذا الموقف الجديد الذي يستهدف الجناح السياسي للحركة بعد قرار حظر جناحها العسكري عام 2001 في اول رد فعل لها عبرت حماس عن اسفها الشديد لما اسمته غيا قديما لبريطانيا فبدلا من الاعتذار وتصحيخ خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني سواء باسدار وعد بلفور المشؤوم او الانتداب البريطاني الذي سلم الارض الفلسطينية للحركة الصهيونية تناصر المعتدين على حساب الضحايا وذكرت الحركة بان المقاومة المسلحة لاحتلال ما هو حق مكفول دوليا وبان قتل السكان الاصليين وتهجيرهم وتهديم بيوتهم هو الارهاب الحركة دعت ايضا كل مناصر القضية في بريطانيا واوروبا الى ايدانة هذا القرار واعتباره استمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني الذي بدأ منذ اكثر من مئة عام اشتركوا في القناة